بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة عين التعليمية فحياكم الله اليوم بإذن الله سيكون موضوعنا للحديث عن أدوات التقييم الرسمية المستخدمة في عملية التقييم لانتقال الطلاب ذوي صعوبات التعلم من المعلوم جدا أن الاختبارات تنقسم إلى قسمين رسمية وغير رسمية بإذن الله سنتحدث عن الرسمية وكذلك الاختبارات الغير رسمية وأول ما نبدأ بإذن الله عن الاختبارات الرسمية وهي الأدوات مستخدمة في عملية التقييم للانتقال ودائما قبل البدء بجمع أي معلومات عن نقاط قوة الطالب واهتماماتها وتفضيلاتها بهدف التخطيط لانتقال الطالب يجب على المعلمين استطلاع ملفات الطلاب ذوي صعوبات التعلم وشمولها على أول أمر الملاحظات السابقة من قبل معلمي المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك المرشد الطلابي وأي شخص مقدم الخدمة المساندة لذوي صعوبات التعلم كذلك النتائج الاختبارات السابقة سواء في فترات الاختبارات أو الاختبارات النهائية كذلك اختبارات الذكاء أو مقاييس الذكاء واختبارات السلوك التكيفي إن وجدت في ملف الطالب كذلك درجات الطالب الصفية نمط الحضور حسن السيرة وسلوك الطالب التاريخ الطبي للطالب تقييم التقنيات المساندة هذه الأدوات يقوم بجمعها معلمي المرحلة الابتدائية وكذلك المتوسطة حتى تصل إلى الثنوي ثم بعد ذلك تكون مجتمعة للانتقال أو لعداد هذه الاختبارات المنتقلة لانتقال الطلاب من مرحلة إلى مرحلة لابد أن يكون هناك دراسة حالة من قبل الأخصائية الاجتماعية وجدت كذلك دراسة الحالة أن وجدت من المرشد الطلابي كل هذا لا مانع من الاستفادة منه والاستعانة منه كذلك آراء المعلمين وآراء المرشد الطلابي وآراء الخصائي النفسي وإن كان هناك مقياس للذكاء كذلك الخصائي الاجتماعي وقرارة أو رأيها لأنه هو أول من يستقبل الطالب ويتحدث عن حياة الطالب سواء الولادة وما بعد الولادة ثم أيضا بقاء في المنزل فيأخذ دراسة كاملة فهذه هي المعلومات قبل أن يبدأ المعلمين بإعداد الاختبارات الغير رسمية لابد أن يكون على دراية بما تحدثنا به سابقا بعدين المعلومات الأساسية للطالب ذوي صعبات تعلم من خلال خطط التربوية فردية توضح مستوى الأداء هل هو في المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع أو غيره وبناء على ما يستطيع المعلمون يحصر عليهم بيانات سابقة يستعرض المعلمون جميع أدوات التقييم ممكنة والتي تقييس مهارات الطلاب في النواحي غير الأكاديمية أو تحصيله وتصميم حقيبة خاصة بالأدوات وذلك وفقا لما هو مناسب للطالب وتنقسم الأدوات إلى أدوات رسمية وكذلك أدوات تقييم غير رسمية وتشمل المقابلات ومقاييس التقدير والملاحظة والتقييم المعياري والتقييم غير رسمي ولماذج عمال الطلاب والتقييم مبني على المنهج والتقييم الموقفي هذه كلها تسمى الاختبارات الغير رسمية وهذا هو ما يبني عليه معلمي المرحلة الثانوية عند الحصول على هذه المعلومات ويجب التعاون بين جميع المراحل معلمين مرحلة ابتدائية وكذلك معلمين مرحلة متوسطة حتى يصل طالب إلى المرحلة الثانوية المقابلة الشخصية سواء مع الطالب أو مع ولي الأمر هي من أهم الأدوات الغير رسمية التي يحتاجها المختصون أو فريق العمل حتى يستطيعوا بناء برنامج تربوي فردي متكامل للطالب ذوي صعوبات التعلم ويستطيعون من خلاله إعداد البرنامج التربوي الفردي إعداد الجلسات الفردية إعداد الخدمات المساندة وكتابة كل ما يحتاجه الطالب من خلال المقابلة الشخصية في المقابلة الشخصية أرى أنها من المهم جدا أن يكون ولي الأمر صادق أثناء المقابلة الشخصية لأن هذا ينصب في مصلحة الطالب وكذلك أن تكون المقابلة في جو مريح للطالب وأن لا تكون مشحونة أو لا تكون في ارتباك للطالب أو خجل وقبل المقابلة الأفضل أن تكون هناك علاقة ودية بين المختص وبين الطالب قبل هذه المقابلة من أجل أن يكون الطالب مرتاح نفسيا ويستطيع أن يجاوب على الأسئلة بكل صراحة وشفافية وهذه من النقاط المهمة ويتطلب على المعلمين استخدام أنواع متنوعة من أدوات تقييم التي ستدعم مساعيهم في التأكد من صحة جميع البيانات وتمثيلها المستوى هذا الطالب طيب خلونا نرى أدوات تقييم الرسمية تصنف أدوات التقييم كونها الرسمية بناء على شمولها لإجراءات دقيقة لهدف جعل الاختبار معياري وذلك يشمل اختبارات محكية المرجع والاختبار معيارية المرجع تحتوي هذه اختبارات على دلة كافية لثبات وصدق الاختبار كما تشمل إجراءات تفصيلية لكيفية إجراء الاختبار وحسب نتائجه وسبل تفسيرها أبرز خصائص الاختبارات الرسمية هي احتوائها على دليل مستخدم والتي من خلالها يتم وصف عملية بناء الاختبار ومحتوته من جميع إجراءات التحقيق معاملات الصدق وثبات عالية هنا في هذا الأمر أو في هذا الاختبار لابد أن يكون هناك التحري في هذا الاختبار وأن يكون فيه أيضا كما تحدثنا جو مناسب للطالب وقب بعد هذه المقابلة وبعد الطالب يكون مستعد نفسيا إعداد مثل هذه الاختبارات التي يستفيد منها الطالب وكذلك يستفيد منها المختصون في بناء البرنامج التربوي الفردي لأن كل نقطة تذكر في البرنامج التربوي الفردي بالتأكيد سيكون لها مصير في نهاية البرنامج التربوي الفردي منها أعداد الخطوة التربوي الفردية منها أعداد الجلسات إذا كان يحتاج جلسات فرضا نطق وتخاطب أو يحتاج علاج وظيفي أو علاج طبيعي أو أي جلسة أو خدمات مساندة يحتاجها الطالب من هنا تبدأ اللي هو بعد عداد الاختفارات الرسمية يكون المختص ملم بمستوى الطالب ويستطيع أيضا أن يكون الطالب على دراية بما يقدم لأن في هذه المراحل يكون الطالب يستطيع أن يعرف ماذا سيقدم له ويكون واعي ويكون مساهم ومساند في البرنامج التربوي الفردي هناك العديد من أدوات التقييم نذكر جزء منها وهي التحصيل الأكاديمي يعتبر من الأدوات التقييم الرسمية القدرات الذهنية وهي قائمة على الاختبارات الذكاء السلوك التكيفي وأيضا له اختبارات خاصة في هذا الأمر الاستعداد الوظيفي والمهني الاهتمامات المهنية السمات الشخصية لدى الطالب جودة الحياة المهارات الاجتماعية ومهارات تقرير المصير ولعل أبرز محاسن استخدام اختبارات الرسمية في بداية عملية تخطيط للانتقال عندما تفتقل أي معلومات سابقة عنه أو عندما يكون طالب جديد كما قد تساعد اختبارات الرسمية في تحديد التكيفات التعليمية التي يحتاجها الطالب بعد التخرج من الثانوية سواء في العمل أو في مركز التدريب أو التعليم الاجتماعي هذه الاختبارات الرسمية تساهم وتساعد لتحديد مسار الطالب بعد الانتهاب من مرحب ثانوية لأن كثير منها يكون واضح وضوح العيان لدى المختصين وعلى ضوءه هنا يقول والله هذا الطالب الأفضل له الجانب الأكاديمي أو الجانب المهني أو الجانب الاستقلالي وهنا ترسم لخطة مناسبة وأيضا تكمن في خبرة المختصين في الملاحظة وخبرة المختصين في الخبرة العلمية والعملية في برامج التربية الخاصة وأيضا التعامل مع فئات التربية الخاصة الاعتبارات مهمة لا بد أن نستخدمها في أدوات التقييم الرسمية يتطلب من المعلمين دراسة خصائص الطالب قبل الاختبار الرسمي ويشمل ذلك عمر الطالب مستواه النمائي مهاراته في القراءة نمط التواصل الخاص به الخلفية اللغوية والثقافية في حال لم يتوصل معلمون لتطابق بين خصائص الطالب وبين الاختبار يجب تجنب استخدام مثل هذه الدراسة وهنا لابد أن المختصين يكون ملمين بماذا سيقدم للطالب وأيضا يكون الأسرة مساهمة ومساعدة في العملية التقييمية أو عملية الاختبارات الرسمية وتكون مساهمة ومساعدة في ذلك لماذا؟ لأن الأسرة هو عنصر أساس في نجاح البرنامج التربو الفردي وأيضا في نجاح الانتقال أو البرنامج الانتقالي للطلاب فلا بد الأسرة تكون متعاونة لا بد الأسرة تكون متواصلة مع المدرسة وكذلك المختصين وأن تكون ذا صادق ذا مصداقية وأيضا شفافية من أجل مصلحة الطالب يتطلب معلمه صعوبات تعلم التنبؤ أنه قد ينتج عند استخدام اختبارات الرسمية عدد من العوامل التي لا تدعم الهدف من استخدامها على سبيل المثال قد يؤدي تفسير النتائج إلى تصنيف الطلاب تحت مسميات أو إعاقات لم يتم تحديدها من قبل احتمالية الخطأ في تفسير النتائج ضعف الصدق وثبات بعض الاختبارات الرسمية ما يدي لصعوبة الاعتماد على نتائجها احتمالية نزعة بعض المعلمين نوح استخدام اختبار رسمي واحد فقط مما قد لا يتناسب مع خصائص الطلاب ودائما ننادي مثل هذه الاختبارات الرسمية التي يحدد فيها المصير أن تكون بمجموعة مختصين يبدون رأيهم عن الطالب ولا يكون القرار فقط على مختص واحد ربما يكون هذا القرار غير صائب وهذا يؤدي إلى رسم خارطة طريق غير صحيحة للطالب فلابد الاستعانة والاستشارة بفريق من تعدد التخصصات وملاحظة كل صغيرة وكبيرة على الطالب من أجل تدوينها في البرنامج التربوي الفردي هذه تقريبا الأدوات التقييم الرسمية المستخدمة في عملية تقييم طلاب ذوي صعوبات التعلم كان معكم الأستاذ نايف بن سليمان الصقر نلتقي على خير في حفظ الله